بعتزر عن المنظر بس هاي حقيقتي حالياً وحبيت تشوفوني على حقيقتي أوكي؟ أوكي هلو هاي جايز بعرف خفتو ما تخافو هاي أنا اي أنا أنا نور ستارز أنا نور بس جايز لأنه حاطة ماسك بصراحة أنا كتير بكرهون هدول الماسكات لأنه بيقعوا وما بيثبتوا على الوش بس عندي منهم كتير سؤال تخلصون وكمان بشرتي جافة هالأيام عندي كتير أخبار لكم كتير حنحكي عنا بهاد الفيديو بس حبيت برشير لكم الفلوغ هلأ لأنه عنجات هلأ ساعة تقريباً تسعة ونوص نعم نفطر الجو كتير حار بس ناس رؤقت حلو نعم نفطر بحديقة الخلفية تبع باتنا وحبيت أخدكن بيومي من أولو رح تجبت قهوة وعم بشربه هلأ وكمان عم فكر عم فكر بس مش أكيد لهلأ عم فكر إنه عملتان لأنه الشمس كتير حارة بعد ما تهودت على الشعر الأزرق ما بارف ليه مش بتعود عليه يعني أوكي حبيتو عم حاول اتعود عليه بس بعدني عم حس بغرابة منه لأنه شعر الأزرق أزرق 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 كتير اوماي جود بكره هدول ماسكات بكرون 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 الحرارة كتير غريبة مع الشعر الأزرق بعدني عم متعودة عليه صراحة لأنه غريب هيكي بتحسوا كل اللبس ما عم بيمشي معه لازم ألبس أسود أو أبيض أو أزرق فعم بتعود ولكن كتير عالم بيقولولي أنه طلع حلوة فيه حتى بالشارع يعني بيوقفوني لما رحت عالسوبر ماركت هي وحدة بنت وحدة وحدة وقفتني وقالتلي شارك حلو لكم هاد اللي عم بيوقاه الزق رطب بشرتي ساعدني حسن النفسية ليس برغينا حين ما عم يرضى يصبت لأنه نو هد بهداي ما عم يرضى هيا نعم عن جد بشرتي كتير جافة شوفوا هدو المراجيح اللي جبناهن كتير شكل حلو وكتير مريحين وبيهزوا جبنا واحدة باللون الأحمر وواحدة باللون الأزرق فشكلهم كتير حلو عن جد كتير مريحين وما بعرف حبيت فارجيكم معهن منظري بالماسك كتير بضحك بس عندي خبر كتير حلو لكم استنى شوية وصلت 300 300 30 مليون ماذا سمعت؟ مبروك كتير حيري كله مبروك شفت سمعت المبروك؟ أصلا أنتو هلاء بتقولوا مبروك بس صوت أقوى وبحماس أكتر من أختي صنو يا صنو يا بدي أعمل تان وأول شي شوفوا رجلية قدية سارين مقرفين وجفاف ما وارج شو صاير بالقصة بس أنه المهم اجت ماما رح نفطر لحظة المعلومات الثقافية هاد الصمون عراقي هيك بيكون شكله وهيك شكله وهيك ملمسه وهاد خصيصا يصنع بالعراق كمان هاي الكبة اسمها كبة حلب أو كبة التمان هلا كبة حلب لأنه التجار كانوا ياخدوها على حلب وهيك شي يعني المفروض هيك القصة يعني بس كتير طيبة وهي كبة عراقية مش كبة يعني من أي بلد تاني فيا بس حابت أعطيكم هالمعلومات عن هالأكل وبس وهي جبنة الولد أكيد بتعرفوها شوفوا منظر الكبة من جوا يعني منظر ولا أروع هلا بدي أحكي لكم عن موضوع مهم جدا صار بحياتي ما ببعرف عنا كتب حبها تفضلكن وبنسبة وقت بحب انه شارككم مشاعري لأنه عن جد نحن عائلة يعني الموضوع هاد بخصني وبخص عائلتي وبخص أمي ووين بدنا نعيش ماما اللي بتعباني من فترة البنين عملت في مقلب انه نسرق بيتنا وماما كانت بايعة تقريبا 75% من الأثاث طبعا لما أول شي سألت ماما أنا مسافرة قالت لي لأنه هي بدأت تغير الأثاث بس قبل كم يوم قاعدنا وحكينا أنا وماما شاركتني مشاعرها وغي ليش عن جد بعد أثاث البيت أغلبوا عدا غرفتي وغرفة بنين وغرفة وليد بس الأثاث الباقي كله يعني راح ماما عم بتفكر بجدية انه انه بدأت تروح أو تترك حياة الدول الأجنبية وتعيش بدولة عربية لأنه ماما صلة كتير وقت سنين طويلة عايشة بدول أجنبية وانا بتفهم عليها وكتير شتاقت انه تعيش بدولة عربية مع أجواء عربية فكانت عم بتقلي انه هي عم بتخطط انه يعني تروح تتركنا تتركني وتروح طبعا راح تقولوا ليش تتركك ليش ما تروحوا كلكون سوا لأنه مبدئيا جايز أنا يعني صحيحة بسافر كتير بس في فرق بين واحد لما يسافر ويرجع على مدينته والمكان اللي هو مستقر فيه وبين انه يترك وينتقل لدولة تانية أو لبلد تاني انا انتقلت كتير بحياتي فلما استقرنا هون بامريكا بكرة الاستقرار كتير حبيت او كمان عندي شغل هون غر يوتيوب عندي اصدقائي معارفي كتير امور فصحب انه اترك كمان درسي هون فكتير كتير شغلات يعني انا مرتبطة فيها هون فلهيك ماما ما قالك لي انه تاعي معي يعني هي ماما كانت من الاول صريحة انه انا بدي سافر بس انت يا نور انه فيك تكوني مستقلة ودير باعك على حالك كمان اخي وليد ابدا ما بدوه يسافر لانه كتير متعلق بحياته واصدقائه هون ورفقاته كل شي كل شي هون يعني كبر هون فمتعلق كتير بهالامور هلا انا سافرت كتير بطفولتي سواء متعودة على فكرة السفر والتنقل بس وليد كبر باميركا هون بهالمكان سو عنده رفقات من عمره مبارف قدي متعود على هالحياة والمدرسته والجامعة اللي بدو يروح عليها هون فهو عمل خطة معينة لحياته فما بفي انه اجبره يسافر اذا هو بدو يروح على الجامعة هون بنين ما بعرف صراحة بنين ما حكت كتير بالموضوع بس ماما بدت تتركنا بس وماما رح تتركنا وتروح انا قاعدت مع عقلت لها نجد قالت لي امه انت نور مستقلة ما بعرف يمكن ان انا شخص مستقل فيمكن حتى امي صدقت انه انا يعني في عيش بدون اي شخص بس لا انا ما في عيش بدون اماما يعني كتير موضوع صعب صراحة فهذا اللي عم بيصير هلا حاولت انه اقنعه انه مثلا ناخد مكان ببلد عربي وناخد مكان هون ونصير نروح ونرجع بس ماما ما بتحب فكرة انه ونضلم شتته بدا تستقر بدا تستقر بمكان واحد او بدولة واحدة ففكرة الاستقرار هيك بتوترة كيفكم ان شاء الله تكونوا بخير انت عم تشوفوا فيديو اليوم الفيديو اليوم هو عن حلاقة الشعر انا مستمتع سور ممستمتع؟ لا انتهكس الشعري على فكرة انا تحكمت بحياتك كزا مرة هلا انت لازم تتحكم بحياتي وهنا عم بيطلبوا الفيديو عن قريب ما بعرف ليه بس لان كلش مسكر وليد ما بدو يعمل هدا مع انه فيه يعمل بالبيت يعني يا منشو انا ما بدو يبالبيت عشان ما يكون سخيف اللي بيعرفني بيعرف انه انا بحب قص احلو احياطة فيه ملك هوملس بيه يا الله كتير متسأل لا انا بصور مع وليد وليد ما بيخليني يصور اضفناك هوملس برسل كم اقول هوملس متشرط شكل ومتن شكل حنا متشرط يطرصيني بقصة شعري يلا انا رح اقعد وانت اشرح القواعد اوكي مش هايك اوكي الشعر اشرح الفوق ماد مسكينة ابدا اوكي اوكي اسمعوا هذا نح بير لحية ماد مسكينة ابدا لكن شو هانكزك حبيبي اكسر ايديك اكسر اكسر حكس ايديك مين اللي حكسر ايديك برعب انت اقفل بني بس انه مين اللي حكسر ايديك لا 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 اتسلم اتسلم ليه قررت تتخليني وتسق فيه اكون حلاقك حاجة انا تفلي من شعري تفلي شو؟ من شعري شو يعني تفلي؟ يعني عشان تتفكيني بحالي ليه انا متشاركة بحالك؟ انا بس اقترحت الفكرة اقترحت الفكرة كل يوم عراسي خليناك الشعرك لو انت ملا ماما خليناك الشعرك والله انت ملا ماما بتكره شعر وليد وكل يوم بتقول له تعا انا بقصلك يا لان الحلاقين مسكرين قبل ما بلش بدك تقول شي؟ بكرهك انا حلائك هلا فيه ادام رجل اamtرشعر اللي بكرهك بكرهك انت متفوكي طيد اين الكاميرا سنقوم بعمل منا لابدَ انقالت نا ما في داعي ايجي انقالت هنالك سنقوم بعمل منا هيا انت متفاجن ايجي انت متفاجن شايفي من الضحة هل هي هيك؟ حسنا من هنا هيك الوصف خلص تعلم تعلام هنبلش من النهاية خلص تلبي قبلك دعني دعني ان تبدأ هل يجب ان تبدأ أين هنا بالله لا تستطيع ان تشاهدتم يブlasse ان يفتلك تفهم لقدس من عمي تفهم 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 لا يمكن تفهم 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 هذا هو بشياء لقد سبب انت انساء مباشرة فهتم بالساس هل هذا يفهم؟ نحن فقط ثم من هذا ؟ يلا نفذك لها سنفذك نقطع صانع نقطع لم تقرأ هذه الكاميراية يتقطع نقطع لطفق لأستطيع folk لأنني لا نريد الكاميرا لطفق نقطع خطأ وطاز محسا وطر أنا مريك لازم راسك تابت كنت هم تحسر تحسر راسك تابت بسم الله واليد لا اقصر والله 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 حعمل صعب شان الي يا قريب واليد بشرف وقت بغير بذي تحسر is doing take it too long ولكن ما ممتدي اقترب عشان ما اقصك شي شي زياده شبه تحسر راسك يا ربي يا ربي لات أعلم قفرشيك 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 عربي كيف تفقنا تفق لا تفقنا هل تقلق لتشوف هون هون وليد هون بلشت هون استغفر الله عيه أه وليد خليني كمل ماني يقول أبتوا عاي نو بالله نو إلا بدي طلعني سيئة وحلقتن له وقربت شعره استغفر الله ربي وسع فيه أه 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 وليد تيك ستايلونا شو عم فعلت استنى استنى وليد استنى وليد استنى وليد والله بعرف يصورك مليكة والله بعرف يا الله عم تعمل عم تعمل عم تعمل على كيف من المهام لا بكسلين لا بكسلين يوم أوكي يلا يلا بصرر هكي تقرب عندي أوكي لا بحبك أوكي؟ أه 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 ما أصويت؟ ما أصويت؟ ما أصويت؟ ما هل تصويت؟ قربنا نخلص على الفكرة ما ضل شيء فاه سنة 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 لا تتحرك جعل إذا اتحركت ممكن أشيل لك شيء بالغلص وبعدين تقولي نور نحنا ليش بتيري هاد الشيء نحنا ما اتفقنا ماذا؟ ماذا فعل معي ماذا فعل يعني؟ معا! خب؟ اذا صحيح بحق?! اطربك حسنا حسنا؟ قصد قصعم في يوم منالاءَ لا plane في يوم منال ماذا يلا يالعمل؟ عود عود اصور لك طيب اصور لك وليد استنى هشوفك 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 لا استنى خليني خلص خلصي خلص برو اهاتي ايه استنى لما تطلع تكون نظيف ليس في خط بشع و أنا بعدين لذا اصبح لذي هايا اخيرا اصور صوره وفرج وليد ووظيف رده واعلا هلا تحفن نهاية كحسير رجل ليكو ليكو والله حلو استغفر الله ليكو سوهات كان الفيديو لليوم بتبني عشان اشتركوا اشتركوا فعلوا الجرس ستنى ستنى خلينا هو في الكاميرا وقرف علينا كتير بعيدة هلا هو وليد بيمشي من هون شكل حلو بس بيلف هاي بشوفها هلوه هلوه ها ايه هاد اخر فيديو عندي ودعب اياكي اخر فيديو؟ اوه على نور هاد اخر فيديو اياكي خلص ليه تايلر ليه شوفي مين الحمود اول واحد اوه شوفت لك انا بس طبخت شعرك وقصيته وخزقت ادنك وواه شوفي مين مين خليلي بالفورس صوي ما هو انا صبغت شعري ازرق بشوف الفلوك اللي قبل هذا الفلوك كتير حلو حطت لكم رابطه بصندوق الوصف تعبوا على المخلوق على مواقع التواصل اجتماعي بليز دعموش بس اعطوا لايك اشتركوا فعل الجرس انا نور ستار زهار بحبكم خيرات الله بشوفكم ايه وانتا ببديل جاي ان شاء الله باي باي ما نحشوفوني بس باي ما ننخص عن عيدها طلعت في زمين طلعت في زمين طلعت في زمين شوفوا شعر اه خلصنا خلنا خلق لا تقلق لا تقلق ايه وللللللل ايه 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 خلص دي Holiday كايس! كانت عبوبنا عم تتير عم تقول اكلت بيتزا مش فلو وسعو اتصابة عم فم دي كايس شاو التميز سوا اسميني تشوي يعني اسميني تشوي واللي ما اطلع المقتل وسمونا راحتي العضلات روحي نتشوف لو عميدي يا هي دايك بطني يا حماس ينون بكتير موئي بطلك هيك ما بداعي يا عرفوا تفاصيل طب روني على انستجرام كلبوك عتقدك بس هل هو خلص بيديو اوه حطوا لايك باي اشتركوا في القناة